اشتركوا في القناة صاحب الفخامة في مصر وافريقيا والشرق الاوسط لما الناس بتتكلم عن النادي الاهلي بتشوف فعلا قيمة النادي ده حاجة تانية خالص يمكن اخر اللي احنا قرناه وشوفناه كابتل محمد النني نجم انتخابنا الوطني في حوار مطول للموقع الرسمي لنادي الارسنال تكلم فيه عن بداياته الكروية وقال بدأت في نادي كبير جدا في مصر والشرق الاوسط هو النادي الاهلي ومن الوقت ده انا حابب ان انا نلعب في مستوى عالي مستوى كبير زي مستوى النادي الاهلي حتى على المستوى العالمي حياته كلها اتشكلت بناء على انه لعب في نادي كبير اللي هو النادي الاهلي تعلم من صغره انه يكون عنده عقلية الفوز عقلية الفوز احنا بنتكلم على ايه على النادي الاهلي اه موكورة فيها طبعا مكسب وتعادل وخسارة ده عاجة احنا عارفينها ولكن في ناس في ناس عقليتها غير عقلية النادي الاهلي في ناس بتفرح لما تاخد بطولة واثنين كل خمس ولا ست سنين ولا عشر سنين لا النادي الاهلي مش كده النادي الاهلي بيكسب بطولة بيعيز اللي جاي اللي بعدية خلاص نسينا اللي فاتر اللي بعدية ممكن يحصل كابوة ممكن يحصل كابوة بس بيرجع اقوى من مكان وشوفناها في اكتر من مناسبة مناسبة او مناسبتين بالكتير لكن اللي انا عايز اقوله ان دي عقلية النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي ودي اللي اتكلم عليها كابتن محمد النني العقلية دي هي العقلية اللي احنا عايزينها دلوقتي عايزينها من لعيبة النادي الاهلي لأن في حاجات كتير قوي 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 ممكن ممكن بالعقلية دي تتغلب عليها مش كفاية مش كفاية أن يكون أنت مهاري مش كفاية أن أنت يكون لعيب كبير لا يا ما لعيب أكبار فأندية تاني ولكن عقلية عقلية المكسب اللي موجودة في النادي الأهلي هي دي اللي احنا محتاجينها وهي دي اللي تكلم عليها كابتن محمد النني النادي الأهلي البعض شايف أن الكلام ده شعرات ولكن هات النادي الأهلي على مدار تاريخه حتلاقي أن الكلام اللي قاله كابتن محمد النني فعلا كلام صحيح النادي الأهلي مختلف أيه مختلف مختلف في مصر وأفريقيا والشرق الأوصل النادي الأهلي نادي عنده ثقافة مختلفة غير بيت الأندية مع احترامي البيت الأندية ثقافة بتبحث عن الفوز ثقافة بتبحث عن البطولات ثقافة بتبحث عن الألقاب وشوفوا ترتيبه على مستوى العالم شوفوا ترتيبه على مستوى العالم فأكثر تطوياً بالألقاب القرية بعد ريال مدريد الأسباني النادي الأهلي عنده قواعد عنده مبادئ عنده معايير ماشي عليها سواء إدارة موجودة إدارة رحلت إدارة جت هي هي نفس المعايير النادي الأهلي عنده جماهير عظيمة جدا 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 في مصر وافريقيا والشرق الأوسط وفي مختلف بلاد العالم يعني أنا كنت عيشت في أمريكا فترة ومش عايز أقول لكم الناس هناك بمختلف انتماءتهم فيه عرب وفيه أفارقة وفيه مصريين بيشجعوا النادي الأهلي إزاي يمكن أكتر من اللي هنا ففعلا النادي الأهلي حامل لواء الأندية المصرية وإذا وجدناها بالأرقام بقى حتلاقيه هو حامل لواء الأندية المصرية في المنديال الأندية وأحرز المديالية البرونزية في ثلاث نسخ قبل كده من المنديال الأندية فالنادي الأهلي فعلا كل واحد أهلاوي لازم يفتخر من تماؤه للنادي الأهلي ومش هيقال أبدا من قيمة النادي الأهلي فقدان لقب أو اتنين أو غيره مثل هذه الأمور لا ولكن احنا بنبع فخورين جدا بنادينا